اشتركوا في القناة تتردد الأصداء مع نهاية هذا العام عن تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة إذ ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت اتفاق التهدئة الذي عرضت خطواته الأساسية ويدور الحديث عن تسوية بجهود مصرية للتوسط مع حركة حماس وقد كشفت إسرائيل عن بنودها ومنها التزام تل أبيب بتقدم تسهيلات مدنية إلى أهالي قطاع غزة والسماح لعدد أكبر من التجار الفلسطينيين الدخول إلى إسرائيل بالإضافة لتوسيع مساحة الصيد قبالة غزة لتصل أكثر من 12 ميلاً والعمل على مشروع وضع أنابيب الغاز وزيادة المساعدات الطبية جهاز الأمن الإسرائيلي الشباك من ناحيته عرض بنداً وهو ما ينص على السماح بدخول عمال من قطاع غزة إلى إسرائيل وقد اشترت دخولهم بتعهد حماس وقف العمليات في الضفة الغربية ووفقاً لمصادر صحفية إسرائيلية فإن حماس رفضت وقف نشاطها المسلح معتبر أن التفاهمات المتعلقة بالتهديئة تشمل قطاع غزة فقط ولكن على الرغم من بعض العقبات أكد عدو الكابينات تساحي هينجبي أن التسوية أقرب مما كانت عليه في العام الماضي لكن هناك تعنت على الجانب الآخر خاصة بشأن قضية إرجاع المخطوفين وتنفي حماس من جهتها جملة وتفصيلاً كل ما يدور حول التسوية مع إسرائيل كما جاء على لسان الناطق باسم الحركة عبداللطي في القانون وأعتقد أن حركة حماس يعني تعيش في وهم كبير وفي نهاية المطاف إسرائيل لن تعطي لحركة حماس لا دويلة ولا كيان ستقذف بقطاع غزة بعد سنة أو سنتين في وجه مصر وستغلق الحدود ما بين نفي حمساوي وتأكيد إسرائيلي عن أنباء التهديئة إلى أن هناك تنديد رسمي واضح من قبل الفصائل الفلسطينية معتبرين ذلك محاولة لترسيخ كيان جديد في غزة قالت وزارة داخلية حماس في غزة أنها تمكنت من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول بهاء أبو العطى القيادي في سرايا القدس والذي اختلته إسرائيل وضافت الوزارة أنه من خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبين أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع لسلطة الفلسطينية في رامالله وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة أبو العطى بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبدالله الغرباوي والذي كان ينقل المعلومات المتعلقة بأبو العطى لأجهزة المخابرات الإسرائيلية وفق اتهامات حماس قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لهايثاتو بن سودا إنه لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد إسرائيليين أو فلسطينيين وذلك في عقاب إعلانها نيتها فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيلية محتملة وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة معاريف الإسرائيلية رفضت بن سودا المزاعمة بأنها منحازة للفلسطينيين وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ المسئولية الشخصية عن الجرائم ولا تتطرق إلى صراعات بين الدول وحول موعد فتح تحقيق محتمل ضد إسرائيل لم تقدم بن سودا إجابة مشيرة إلى أن طلبت من المحكمة أن توضح الحيزة الإقليمية للصلاحية والتوقع هو أن يبط القضاء في هذه المسألة خلال 120 يوما كشفت صحيفة هاردس العبرية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستصادق هذا الأسبوع على بناء حوالي 2000 وحدة سيطانية في الضفة الغربية وضافت الصحيفة أن المجلس الأعلى للتخطيط سيبحثوا مع الإدارة المدنية مخططا تفصيليا لبناء هذه الوحدات بحيث ستتوزع في مستوطنات متسبي أريحة ونفيتسوف وقرب قرية ديربزي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى جانب أريال وألون موري وغيرها من المستوطنات رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو سيقدم خلال أسبوع الطلب إلى الكنيسة بمنحه الحصانة تجانبا للمحاكمة بالتهم المنسوب إليه بالفساد وفادت مصادر داخل حزبه الليكود أن نتنياهو لم يحسم أمره بعد في هذه المسألة وأنه سيعلن قريبا عن قراره وضف المصدر الليكودي أن الحصانة عبارة عن إجراء المؤقت لفترة الولاية فقط وأنها لا تعد تملصا من المحكمة يذكر أن المهلة الممنوحة لتقديم نتنياهو طلب الحصانة تنتهي في الثاني من الشهر القادم نبقى مع حزب الليكود والاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية إذ توقع أنصار الحزب أن الليكود قد يضمن الواحد وستين مقعدا المطلوب دون الحاجة لحزب إسرائيل بيتانو بقيادة أفكدور لبرمن خلال انتخابات الكنازة المقبلة ويعزو أنصار الحزب ذلك إلى طبيعة الحملة الجديدة التي انتهاجها نتنياهو وتتمثل في تكثيف النزول إلى الشارع والتحدث بإيجابية عالية دون مهاجمة الأحزاب الأخرى هذا واجتمع نتنياهو مساء اليوم مع جميع أعضاء الليكود في تل أبيب ضمن مراسم إضاءة الشموع بمناسبة عيد الحنوكال إسرائيلي هذا وكنا قد أجرينا مقابلة مع عضو الكنازة عن تحالف كحولفان أسافة زمير لنسأله عن آخر التطورات على الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل وكذلك فيما يخص التهديئة مع قطاع غزة لنتابع نعم عضو الكنازة أسافة زمير من تحالف كحولفان أهلا وسهلا بك نهاية هذا الأسبوع تنتهي المهلة الممنوحة للرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لتقديم طلب الحصانة برأي كحولفان ما هي فرص حصوله على هذه الحصانة وكيف تنظرون إلى فكرة أن يسعى نتنياهو بشكل عام وراء الحصانة لا أعتقد أن بن يمين نتنياهو سيحصل على حصانة الكنيسة الثانية والعشرين لا توجد أغلبية في الكنيسة بمنح الحصانة ولا أعتقد أنه يجب على الكنيسة أن يكون ملاذا للناس للهروب من مسؤوليتهم من الأعمال الإجرامية حتى عندما يتعلق الأمر برئيس الوزراء كحولفان سوف تقاوم منح الحصانة لكن نتنياهو سيطالب بالحصانة والسبب في طلبه الحصانة وأنه لا توجد لجنة الكنيسة يمكنها مناقشة ذلك فالطلب ذاته سيرفض القدرة على بدء مناقشة لوائح الاتهام حتى الكنيسة الثالثة والعشرين إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه من نتنياهو في ملفاته القضائية في السنوات الأخيرة وهو محاولة الحصول على أي تأخير ممكن نعم سيد زمير على الرغم من لوائح الفساد المقدمة ضد نتنياهو إلى أنه فاز بجدارة برئاسة حزبها الليكود وأيضا حافظ حزب الليكود على موقعه في استطلاعات الرأي وهناك توقعات داخل الليكود بأن يحصلوا على 61 مقعد ما هو تكتيك حول كفان لعكس هذه النتيجة وللحصول على مقعد أكثر تهزم الليكود لن أتحدث عن الأساليب الانتخابية هنا في البرنامج أو أي برنامج تلفزيوني آخر فأنا جزء النطاقم المسؤول عن الاستراتيجية لحملة كحولفان الانتخابية وهذه هي الانتخابات الثالثة التي نجريها في غضون عام أستطيع أن أقول لكم شيئا واحدا مؤكدا إننا نتحسن من حملة إلى أخرى ونعلم ما يتعين علينا القيام به من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية لزيادة احتمال أن لا يحصل بن يمين نتنياهو على 61 مقعدا لإبعاده من الحكم واستبدال القيادة ببيني جانز كرئيس للوزراء ويتعلق ذلك بتجريع تصويت بين قطاع السكان الذين لا يرغبون في استمرار حكم نتنياهو نعم أريد أن نتقل بك إلى مباحثات تهدئة مع قطاع غزة أنت تعلم بأن الكابينت اليوم يدرس جهود التهدئة أنتم كيف تنظرون إلى هذه الجهود خاصة وأن هناك اتهامات للحكومة الحالية بأنها من ناحية تقوي حماس في غزة وتضعف السلطة الفلسطينية في الضفة أعتقد أن هذه الحكومة تعمل على تقوية حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية وأعتقد أن هذه الحكومة تفعل ذلك لتنتج عقيدة تقول إنه لا يوجد شريك للسلام وإنه لا يوجد أحد يمكن التحدث إليه لتقديم تسوية سياسية ويؤسفني ذلك في الوقت ذاته سوف تدعم كحولفان أي حل أو تسوية من شأنها إقناعنا بأنها ستحقق السلام في الجنوب وغلاف غزة ومواطنيها في الوقت نفسه إذا لم يكن الأمر كذلك أزلنا نقول فقدنا قوة الردع الإسرائيلية في خطاع غزة وفقدنا قوة الردع الإسرائيلي أمام حماس ثلاث سنوات ونصف هادئة ضعوا بالكامل بعد الجرف الصامد لم نستخدمها لمواصلة الردع وجميع الأدوات التي نحتاجها على الطاولة لاستعادة الردع وتخويف حماس من إطلاق الصواريخ على إسرائيل نعم أسف زمير عضو الكنيسة عن تحاول كحولفان شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في جبهة ريفي إدلب الشرقي والجنوبية شمال غربية سوريا تستمر حركة نزوح المدنيين خوفا من معاودة قصف المنطقة من قوات الحكومة السورية وروسيا يتذلك بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة في السياق قالنا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة والبالغ عددها 12 نقطة في منطقة خفض التصعيد في إدلب في الوقت الذي تستعد فيه تركيا إرسال قواتها إلى ليبيا للمحاربة إلى جانب حكومة الوفاق يحتدم صراعها مع قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب ووزير الدفاع التركي يؤكد أن القوات التركية لن تقوم بإخلاء 12 مركزا للمراقبة في شمال غرب سوريا وهذا بهدف ضمان وقف إطلاق النار وسعيها لمنع حصول مأساة إنسانية على حد قوله وفي ظل استمرار هجوم الحكومة السورية على إدلب الاتحاد الأوروبي والخارجية الألمانية يدعوان إلى هدنة دائمة في المحافظة ومنظمات دولية تحذر من تداعيات الهجمات العسكرية على إدلب وتفاقم موجات النزوح السورية إذ أعلنت الأمم المتحدة عن سوء الأوضاع في إدلب حيث وصل عدد النازحين إلى ما يزيد عن ربع مليون إنسان خلال الأسبوع الأخيرة هذه المناطق اليوم أصبحت مناطق منكوبة نعلنها كمناطق منكوبة يجب التعامل معها وفق هذه القواعد وينبغي لكل ذلك أن لا يعفي المجتمع الدولي والدول الإقليمية والدول الضامنة من الاستمرار بالقيام بكل مسؤولياتها من أجل الوصول ليس إلى هدنة قصيرة الأمد لأنها لا تغني ولا تسمن من جوع ينبغي الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل كما وتدعو جمعيات سورية ودولية أطراف النزاع وقف إطلاق النار للحفاظ على سلامة المدنيين وتنبؤات من أن تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين لتصبح واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية وتتعرض محافظة إدلب للتصعيد منذ قرابة الأسبوعين في قصف تشنها الطائرات السورية بالإضافة إلى عمليات عسكرية بهدف استعادة الحكومة السورية سيطرتها عليها ونبقى في العراق حيث أفدت أخبار عاجلة بسقوط قتل وجرح جراء قصف نصب إلى قوات الأمريكية جرى ضد مقار تابع للحجد الشعبي وذلك في محافظة الأنبار وسنعو فيكم بالتفاصيل حال ورودها نبقى في بلاد الرافدين حيث وصل مئة العراقيين لليوم الثاني على توالي محاصرة حقل الناصري النفطي جنوب بغداد والتي توقف الإنتاج فيه في خطوط تصعدي هي الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات التي لا تزال تشل العديد من مدن العراق الرافضة للطبقة الحاكمة إيقاف للإنتاج النفطي هو الوجه الجديد للإحتجاجات الشعبية في العراق بعد اقتحام المتظاهرين حقل الناصرية بمحافظة ديكار تزامن مع ذلك قطع للطرق والجسور الرئيسية ودوائر حكومية جنوبية البلاد وتوافد متواصل للحركة الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى إحنا مو ضد رئيس الوزراء إحنا لو من البداية طالعين ضد رئيس الوزراء شاءنا نعينه نرجع إحنا من البداية ضد الأحزار نريد خدمات نريد قطع خاص أنا مهندس رح أتخرج منحلة رابعة طيب من أتخرج رح أمحظر لي أطلع بالعمالة لو أمحظر لي بسطي أقعد بيها حالة من الانسداد السياسي هي الأزمة التي نتجت عن استحالة فصل الكتل السياسية عن مصالحها وتعين رئيس للوزراء تنطبق عليه مواصفات المحتجين وبعد رفضنا متتابع للأسماء المطروحة لمرشح رئاسة الحكومة شرعت الكتل في عقد مباحثات جديدة وعد من خلالها تحالف البناء برئاسة هادي العامري بإيجاد حل مؤكد يضمن اسما جديدا لمرشح مستقل نحن نتحقق أهم مطلب هو أقرار القانون والتخابات لكن لا يجبنا في عفادي إذا ما أتم بإجراء التخابات مبكرة وفي ظل عودة الرئيس العراقي برهم صالح للعاصمة العراقية شدد بتصريح له جاء بعد لقاء مع السفير الياباني على احترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية أطلقت القوات العراقية اليوم عملية عسكرية واسعة قالت إنها استكمال لعملية إرادة النصر بمراحلها السبع السابقة لتشمل هذه المرحلة الثامنة محافظات كاركوك والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالا بهدف تطهيرها من بقايا داعش وتأتي العملية بعد يوم واحد فقط من تعرض قاعدة كيوان العسكرية والتي تتواجد بداخلها قوات أمريكية في كاركوك لقصف تسبب بمقتل متعاقد أمريكي واجبنا اليوم كالواء الأول الرد السريع تفتيش المنطقة الواقعة بين الشارع العام باتجاه البحيرة مثل ما تشوف بالصباح الباكر قدرنا نسيطر على أغلب المناطق المحددة وبواشرنا بتطهير المنطقة اللي هي غير معهولة ودائما يستخدمها عناصر داعش يعني بإنشاء مضافاتها وتنفيذ هجمات ضد المناطق الأمنة وكذلك القطاعات الأمنية الموجودة بالقاطع وللحديث أكثر حول تفاصيل المشهد العراقي تنضم إلي هنا الصحفية في I24 News أصال أزريقي أصال أهلا وسهلا بك إذن في خبر عاجل ورد قبل قليل تحدث عن قصف تعرضت له مقرات الحجد الشعبي في الأنبار ونسب هذا القصف للقوات الأمريكية هل لديك معلومات حول ما الذي حدث بالضبط؟ نعم بشار نحن نتحدث الآن عن قصف جوي لمقرات الحجد الشعبي والذي تتهم به أمريكا في القيام بهذا القصف نتحدث عن قصف الذي تم تم خلال اليوم لطالما اتهمت واشنطن هذه المقرات وهذه الكتابة أنها عملية موارية وتابعة لإيران نعم هناك تبادل اتهامات ما بين إيران وما بين أمريكا بالنسبة للقصف الموجود على الأراضي العراقية وفي هذه السياق ننتقل المشهد الاحتجاجي في العراق نتحدث عن مشاهد احتجاجية متواصلة ومستمرة في العراق توافض متواصل للمحتجين للمطالبة بالإصلاح السياسي في العراق وهناك مرحلة جديدة اليوم من نسبة المظاهرات الاحتجاجية في العراق نتحدث عن إغلاق لحقول نفطية لحقل النفط الناصرية في محافظة ذي قارف لجنوبية البلاد هذه المرحلة تعتبر جديدة لأنها سبق ذلك إغلاق الطرق وموانا واليوم يخلقون طرق وحقول نفطية نعم وهناك استمرار أيضا للتهديد باختراق المنطقة الخضراء في بغداد والتي تحتوي على مقار السفارات وعلى مقار الحكومية هناك تخبطات ما بين اتحام من هو الطرف الذي يهدف إلى إغلاق الحقول النفطية ومن هو الطرف الذي يهدف إلى اختراق المقار والسفارات في المنطقة الخضراء هل هو الشعب أم هل هو طرف حارجي يهدف إلى تشويه الصورة الاحتجاجية السلمية في العراق وربما خانق الاقتصاد أيضا لأن هذه الخطوات تشل الوضع الاقتصادي في العراق طبعا طبعا أيضا بالحديث حدثنا صالح عن الوضع الميداني ماذا عن المشهد السياسي هناك استمرار للمحدثات تذكرين بأن الرئيس برهام صالح قدم استقالته احتجاجا على استمرار تقديم الكتل الانتخابية مرشحين المحتجون يتهمونهم عمليا بأنهم متحذبين وليسوا مستقلين نعم نتحدث الآن عن أزمة سياسية أو شلل سياسي في العراق فالعراق الآن موجود في أزمات عدم تسمية رئيس للوزراء الآن بعد تقديم رئيس الجمهورية العراقي برهام صالح لاستقالته أمام البرلمان تم الحديث أو تداول مباحثات ما بين تحالف البناء بالنسبة لتسمية مرشح مستقل لرئاسة للوزراء بعض رفض متعدد لعديد من المرشحين سابقا أحدهم كان آخرهم كان أسعد العيداني نتحدث الآن أيضا هناك لقاء جاري كان هناك لقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء المستقيل نعم برهام صالح وعادل عبد المهدي من أجل المباحثات بالنسبة للإصلاح السياسي والرؤية المستقبلية للسياسة العراقية نعم أصالة إزراقي أزميل الصحفية شكرا جزيلا لك شكرا لك بشار ترددت أنباء تفيد بوصول لواء الليبي خليفة حفتر هلال قاهرة حيث يجتمعوا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحسب تقارير إعلامية فهنا الاجتماع سيمهد لزيارة مرتقبة لوفد أوروبي رفيه المستوى لطرابلس برئاسة الممثل السامي لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دع رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح منيقوسيا المجتمع الدولي إلى صحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي رأسها فايزة سراج مشيرا إلى تحرك سيحصل خلال الأيام القادمة في هذه الاتجاه ومحذرا من تداعيات التدخل التركي في ليبيا وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو من أن صراع الليبي يهدد بنزلاق البلاد إلى الفوضى حكومة الوفاق برئاسة السراج تشن هجوما على مطار طرابلس في محاولة لإقاف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر من التقدم في طريق المطار وتأسر عددا من الجنود وتحاول قوات حفتر السيطرة على طرابلس وتضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق التي تتواجد داخلها ووزارات خارجية أوروبية تعتزم الاجتماع غدا في بروكسل لبحث مستجدات الوضع الليبي ويتزامن الصراع على طرابلس بين حفتر والسراج مع تحذيرات دولية من تدخلات عسكرية خارجية في الشأن الليبي الداخلي إذ انتقد رئيس الوزراء الإيطالي كونتي إعلان الرئيس التركي استجابته لطلب السراج بإرسال قوات تركية تحارب إلى جانبه لإنهاء الصراع في ليبيا كما وأعلن عن دعم بلاده الكامل لمبادرة عقد مؤتمر يبحث الوضع الليبي في برلين مطلع العام القادم من الواضح أني نشدت الرئيس أردوغان أن يفكر ماليا في تدخل العسكري على الأرض لأنني أخبرته أن هذا التدخل لن يساعد على الإطلاق في عادة توازن القوات على الأرض بل على العكس من ذلك سوف يفسح المجال للتصعيد العسكري تصعيد عسكري لا يصدى كما ويتزامن هذا مع تحذيرات منظمة الهجرة الدولية من خطورة الوضع الأمني في طرابلس الذي يعرض حياة الكثير من المدنيين الأبرياء والمهاجرين لخطر أكبر ومن المتوقع أن يصوت البرلمان التركي لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا الأسبوع القادم وللحديث أكثر حول الملاف الليبي ينضم إلي الخبير في العلاقات الدولية هاني سليمان وينضم إلي عبر خدمة سكايب من العاصمة المصرية القاهرة أهلا وسهلا بك يا سيد هاني إذن الأنباء تفيد بأن المشير خليفة حفتر يقوم بزيارة مفاجأة للقاهرة للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسباب هذه الزيارة خاصة وأنها تأتي قبل يوم واحد من اجتماع بروكسل حول ليبيا وزيارة مرتقبة لوفد أوروبي إلى العاصمة الليبية ترابلوس يمكن العلاقات المصرية الليبية هي علاقات استراتيجية في الفترة الأخيرة ومعروف ليس بخفي دعم مصر لوحدة الدولة الليبية ودعم قوات الجيش الوطني الليبي بقواتة خليفة حفتر على اعتبار أن يمكن في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من الجماعات الإرهابية والميليشيات الموجودة والدعمة لحكومة الوفاق وأيضا تأتي في ظل الإجراءات والتدعاة الخطيرة والمتسرعة من الاتفاق بين أردوغان والسراج ونية أردوغان التعجيل بإرسال قوات وبالفعل هناك بديوهات وحديث حول وصول بعض القوات والعناصر السورية حوالي ألف مقاتل إلى الداخل الليبي كل هذه التدعيات والأجواء المحتدمة في الداخل الليبي وكوبايل اجتماع بروكسل ومحاولات بعض الدول للتدخل أعتقد أنها أمور استراتيجية تستدعي تنسيق مصري ليبي فيما تعلق بالأوضاع الاستراتيجية والأوضاع الأمنية القتالية على الأرض وأيضا فيما تعلق بأفق تصور وتنسيق مصري ليبي مباشر حول الاجتماعات الغد أو حول المواجهات والتدعيات الموقف الخطيرة بالتدخل الترقي والأجواء الملتهبة في الفترة الأخيرة نعم من المفترض أن يكون هناك كما تعلم تصويت في البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا الآن حلفاء حفتر كمصر وغيرهم من مثل الإمارات ما هي السنوريهات والخطط التي أعدوها لمواجهة هذا القرار ونقل محتمل للقوات التركية إلى ليبيا في اعتقادي أن التحرك التركي بالاتفاق الأمن العسكري الأخير زائد التعجيل بإرسال قوات وعدم الانتظار حتى العقاد البرلمان في توقيته الفعل اللي هو مفترض يوم 7 يناير والتعجيل بفرض هذا وأعتقد أنه هو بوادر استباقية من تركيا لتسخين الأجواء ودعف الأمور إلى عدم استقرار والتهاب الموقف بشكل كبير وأنا هنا أستغرب من تصريحات مولود شويش أغلو الذي يتحدث عن أن الأوضاع في ليبيا والمواجهات يمكن ستحقق عدم استقرار أو تصعيد أعتقد أن من يملك هذا التصعيد هو الجانب التركي وليس أي فاعل سياسي آخر في الفترة الحالية الإمارات ومصر وبعض الدول مثل فرنسا ولا داها موقف واضح وموقف مبكر رئيس متلون أو متلاعب وهو قائم على وحدة الدولة الليبية ورفض وجود أي عناصر أو ميليشيات إرهابية أو تابع الحكومة الوفاق وفض الاشتباك حول انتماءات تلك العناصر وخاصة مع التدخلات القطرية التركية المبكرة وجود غرف عمليات تركية وبعض الميليشيات والمقاتلين الأجانب من يعني شاهدنا وجود طيارين من الأكوادور وكولومبيا وغيرها فبالتالي في ظني أن زيارة حفتر إلى مصر ووجود خط مفتوح ما بين الإمارات ومصر أعتقد أن هناك سيناريوهات وتوقعات مرسومة ومتوقعة فيما تعلق بتدخل الدول ولكن ذكرت قبل ذلك أن مصر حريصة وحكيمة فيما تعلق بتدخلها وهناك خط فاصل وحدود لما يمكن أن تذهب إلى القاهرة فيما تعلق بهذا الأمر لكن في اعتقادي أن رسالة مصر وجود البحرية المصرية في المتوسط كانت رسالة واضحة وحديث الرئيس المصري كانت رسالة أكثر وضوحا وخاصة في ظل المواقف الإقلومية العربية والدولية التي يمكن استوعبت بشدة المواقف المصري وتلقت الرسالة أن مواقف مصر فيما تعلق بليبيا هو مواقف سابتة وخاصة أحمر لا يمكن تجاوز نعم هاني سليمان الخبير في العلاقات الدولية كنت معي من القاهرة عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وتشاهدون بعض الفاصل في حفل عسكري لهم من قبل أن صر له الحوثي في الضالع وفي أخبار الاقتصاد ضخوا أكثر من أربعة مليارات دولار في المصارف الإماراتية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة